نيجي الامبارح وكورة الاهلي نمر واحد الاهلي جماعيا وصل لحالة من التناغم اللي ظهرت بشكل كبير جدا وقدم الحقيقة مباراة هي الامتع يعني فيه مطشط تانية يعني يمكن نكون كسبنا في تونس 3-0 وكسبنا في القاهرة 1-0 لكن على مستوى الكرة على مستوى الأداء الجماعي على مستوى ترابط الخطوط على مستوى التحرك بالكرة على مستوى الاستلام والتسلم على مستوى الفعالية الهجومية أنا بشوف أنه مباراة مبارح أفضل من مباراة تونس بمراحل وأعتقد أنه بصمات مستر كولر ظهرت بشكل كبير جدا لما تيجي تقيم شكل وأداء فريق وتقيم جهاز فني بيشتغل من برى الخط أعتقد أنه بصمات مستر مارسل كولر وصلت أو ظهرت مبارح في مباراة الترجي بشكل كبير جدا على كل المستوى خطوط الدفاع خط النص خط هجوم النادي الأهلي في حالة تماسك وفي حالة انسجام كبيرة جدا أعتقد أنه كمان الفعالية الهجومية والصلابة الدفاعية اتطورت جدا 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 بعد مرحلة دور المجموعات على الرغم أنك أنت فنش دور المجموعات باربعة في القطن الكاميروني برى ملعبك وتلاتة في الهلال السوداني على ملعبك لكن ما ظهرش الأهلي زي ما ظهر فيه الأربع مطشاط اللي جمعوه بالرجاء زهبا وقيابا وكسبنا فيهم 2-0 والترجي زهبا وقيابا وكسبنا فيهم 4-0 الأربع مطشاط دول تقدر تقول عليهم أنه حالة استعادة التوازن للنادي الأهل وأي أن كان يعني حتى يعني أنا وأنا جاي قابل حضراتكم النهاردة وإحنا بنحضر لحلقة النهائي لأن إحنا خلاص إحنا عارفين كنا منتظرين بس هنقابل مين أنا ما كانش عندي أي تخاف من مؤجة سانداونز حتى يعني فيه ناس كتير ممكن كنت تبقى الآن شوية عشان إحنا وجهنا سانداونز السيزن ده والنتيجة ما كانتش في صالحنا والهزيمة أو الخسارة في بريتوريا كانت تقيلة عن نادي الأهل لكن إياك إياك أن تقارن بين حالة الأهل في دور المجموعات بعد مرحلة كاس العالم وحالة الأهل دلوقتي الأهل مختلف جملة وتفصيلا على مستوى الأداء التكتيكي وعلى مستوى الأداء الفني وعلى مستوى الأداء البدني لا الأهل في مرحلة ندق تقدر تقول أنه البيك القمة أكتر مرحلة ممكن يكون المستوى فيها مرتفع على مدار الموسم ومهم جدا 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 أنك أنت تفكر في الثلاث ماتشاط اللي جاية الدوري إحنا عندنا فيه أريحية كبيرة جدا وده يمكن هيخفف من الضغوط على مستر مارسيل كولر السؤال الأهم اللي بيفكر مستر مارسيل كولر فيه هو إزاي أحضر لمبارات النهاية ويمكن تصريحاته مبارح في المؤتمر الصحفي كانت في غاية الموضوعية والاحترافية فكرة أنك أنت تقول له تفضل تقابل سانداونز ولا الوداد فالراجل يرد عليك أيها اللي كانت تفرقش معي أنا بشتغل فريقي أنا مهمتي فريقي وأين كان الفريقي اللي هيوصل لمواجهة النادي الأهلي نحن نسعى لتحقيق اللقم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر